بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف السادس الفصل الدراسي الأول نحن الآن نازلنا بالفصل الثالث وموضيعنا بالفصل الثالث بعد ما أخذنا الصيغة اللفظية والقياسية وصيغة التحليلية بعد كذا أخذنا المقارنة الآن سنأخذ تقريب الكسور العشرية طبعا الدرس وسبق ومر علينا في مراحل سابقة ونعرف مفهوم التقريب وراح نذكر في مفهوم التقريب وضروري نعرف مفهوم التقريب تعالوا نشوف عندنا هذا المثال مثلا لدينا هذا الولد خرج من بيته أراد الذهاب للمدرسة لاحظ عندي الآن يقف هو عند النقطة 21 هو الآن قريب من أين قريب من بيته طيب والآن نعم لا زال قريبا من من بيته كذلك طيب نشوف الآن أيضا أيضا لا زال قريبا من بيته والآن كذلك هل هو قريب من البيت أم من المدرسة لاحظ من خط الأعداد يتضح أنه قريب من البيت طيب الآن هو في منتصف المسافة يكون قريب إلى أين إذا كان في منتصف المسافة يكون قريب إلى المدرسة نكمل الآن 26 قريب إلى المدرسة عند النقطة 27 قريب إلى المدرسة كذلك 28 و 29 كلها قريب من المدرسة طيب إذن واضح لدي أن عند الـ 21 و 22 و 23 و 24 جميعها يكون قريب إلى النقطة 20 عند البيت لاحظنا أيضا من الـ 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يكون قريب إلى الثلاثين لاحظ هي جميع الأعداد في العشرين لكن يعني كل ماله يبتعد عن العشرين يبتعد يبتعد ويقترب من وين من الثلاثين إذن هل لدينا قاعدة أقدر أستخدمها مباشرة نعم ما هي القاعدة يقول لك لاحظ الرقم اللي عندك على يمين الآن شوف العشهاد يلعي كلها عشرينات طبعا كلها عشريناتين أنا كلامي كلها على العشرين بس أريد أن أرى هل هو قريب على العشرين أو على الثلاثين يقول شوف الرقم اللي على يمين العشرين كم على يمينه إذا كان واحد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة رح يكون أقرب للمنزلة الدنيا إذا كان على اليمين خمسة ستة سبعة أو ثمانية أو تسعة رح يكون أقرب للمنزلة الأعلى وهذه فكرة التقريب بنفس الطريقة مثل ما طبقناها على الأعداد رح يكون نفس الطريقة في تقريب الكسور العشرية الخانة المطلوبة أنظر للرقم اللي على يمينها هو اللي حدد لي أضيف أو لا أضيف فكرة دلسنا أقرب الكسور العشرية إذن أحيانا لا أحتاج العدد أحتاج فقط إلى عدد تقريبي يعني مثل الآن إذا استخدمت الآلة الحاسبة بأي عملية حسابية تطلع لي أرقام كثيرة الأرقام يطلع مثلا اثنين وسبعة ثمانية أرقام كثيرة أنا ما أحتاج هذه الأعداد كلها أحتاج مثلا إلى هنا أو مثلا نحتاج إلى هنا إذن هذا ما نتعلم اليوم أنا حسب الخانة رح أعلم كيف تقرب كل خانة مطلوبة استعد الجدول المجاور يبين أسعار الجملة لخمسة أصناف من البضائع كما أعلن عنها أحد المراكز التجارية الصالة الأول قرب الأسعار الموجودة في الجدول إلى أقرب ريال تخيل داخل المحل ولقيت هذه الأسعار عندك طيب سعر الشوكولاتة ثمانية يال وخمسة وسبعين هلالا ها؟ يعني تقول وشو تقريبا كم؟ أحسنت بتقول تقريبا تسعة ليش؟ لأن الثمانية لاحظة على يمينها خمس سبعين لاحظة السبعين هنا خمس سبعين طيب الحلوة سعرها سبع ريال وخمسة وتسعين هلالا تقول ليش؟ ما رح تقول سبع وخمسة ريال لا رح تقول تقريبا ثمانية ليش؟ لأن الرقم اللي يعلمينها تسعة طيب بسكويت تقول تقريبا ستة ريال المناديل تقريبا ريالين الحليب تقريبا سعرها خمسة ريال وخمسة وخمسين هلالا تقول تقريبا ستة ريالات بناء على أساس بناء على الرقم اللي على يمين العدد الصحيح اللي هنا إذن بنيتا على الرقم اللي على يمينه رح تقريبا عن سورة الثانية السورة الثانية يقول كيف ستقرب كل من الكسور العشرية الموضحة في الجدول أعلى نحن قررنا الآن على حسب العدد الصحيح اللي هو الريال طيب الآن لو طلب مني الكسور العشرية طبعا كلامي على وشو؟ كل كلامي على هذه الكسور العشرية السبعة الـ 75 تقع ما بين السبعين وما بين الثمانين الـ 95 تقع ما بين الـ 90 وما بين المية أريد أن أرى هذه التسعة طيب عندي الآن 25 هي تقع ما بين العشرين وما بين الثلاثين كذلك الـ 75 تقع ما بين السبعين والثمانين أريد أن أرى أنها أقرب لمن؟ كذلك الـ 55 تقع ما بين الـ 50 وما بين الـ 60 هي أقرب لمن؟ هل هي أقرب لـ 60؟ يعني أرى أقرب للمنزلة الأعلى أم هي أقرب للمنزلة الأدنى؟ إذن أنظر لمنزلة ذو جزء من عشرة وأرى هل هي أقرب للمنزلة الأعلى أم للمنزلة الأدنى؟ السؤال الثالث كيف تقرب الكسور العشرية؟ كيف راح أقربها؟ على حسب مين؟ أقربها على حسب الرقم اللي علي مينها؟ الآن عندي السبعة أما أضيف ليها أو لا أضيف على حسب من؟ على حسب الرقم اللي علي مينها كذلك التسعة على حسب الرقم اللي علي مينها أضيف أو لا أضيف كذلك الأثنين على حسب الرقم اللي علي مين نضيف أو لا نضيف كذلك بقية الأسعار اللي عندنا إذن أنظر للمنزلة اللي علي مينها هنا يمثل جزء من المياه هنا تحدد لي هل أضيف أو لا أضيف يقول لي طبعاً يمكنك تقريب الكسور العشرية بالطريقة نفسها اللي استعملناها في الأعداد الكلية نفس اللي درسناها في مراحل سابقة لتقريب كسر عشري ضع خطاً تحت المنزل المطلوبة التي تريد تقريب إليها إن هي هل أضيف لها أم لا أضيف إليها طبعاً ما اللي يحدد لي أضيف أو لا أضيف على حسب الرقم اللي على يمينها إذا كان الرقم اللي على يمين أربعة ثلاثة اثنين واحد ما نضيف شيء وإذا كان خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أضيف إلى الخانة المطلوبة المحددة إذن طيب بعد ما أضفنا أو تحدد لي أضيف أو لا أضيف بقية الأرقام اللي على يمين أضع بدالها أصفار راح نشوف الآن مثال سؤال مباشر قرب الكسر العشري إلى وين لا بد يحدد لي الخانة المطلوبة طلب مني تقريبها إلى أقرب عدد كلي إذن طلب مني تقريب إلى العدد هنا لا بد نعرفة ما ننزله لا بد تعرف جميع المنازل فيه العدد سواء بالأحاد والعشرات والمئات أو إذا كان بالكسر العشرية الجزء من عشرة والجزء من المئة والجزء من ألف وكذلك الجزء من عشرة ألاف طيب الآن هذا العدد إما أضيف إليه أو لا أضيف على حسب من؟ على حسب الرقم اللي عليمينه الرقم اللي عليمينه هو اللي راح يحدد لي أضيف أو لا أضيف كم عليمينه لاحظ؟ عليمينه الثلاثة تعالوا نشوف السواء لاحظ عندي الخانة المطلوبة عندنا وضعنا تحتها خط هذه المطلوبة اللي عندنا اللي هي أقرب عدد كلي الرقم اللي عليمينه يحدد لي لكن بما أن الرقم اللي عليمين ثلاثة إذن أضيف أو لا أضيف؟ ما نضيف تصبح الواحد كما هي لو كانت أكبر من ثلاثة خمسة أو ستة نضيف لكن طالما أنها أقل من خمسة لا نضيف إذن حتى لو مثلنا على خط الإعداد لاحظ عندي ما بين الواحد وبين الثنين أين تقع الواحد وثلاثة من عشرة هنا الواحد وواحد من عشرة هنا الواحد وثنين من عشرة هنا الواحد وثلاثة من عشرة هل هي أقرب للواحد أمير الثنين؟ طبعاً يتضح من خط الإعدادنا قريبة إلى الواحد لذلك سيساوي عندنا الواحد وثلاثة ثلاثمائة وأربعة وعشرين من ألف تساوي أو تقريباً واحد تقريباً ما نقول يساوي نقول تقريباً وهذا هو المطلوب نشوف الآن مثال آخر قرب العدد تسعة وتسعين وستة وتسعين من مئة لاحظة القراءة نقرأ عدد صحيح تسعة وتسعين بعد كذا أنتقل للأجزاء وستة وتسعون من مئة إلى أقرب جزء من عشرة حدد لي هنا الخان المطلوبة اللي هي جزء من عشرة مباشرة راح أنتقل لأين؟ أنتقل للجزء من عشرة والجزء من عشرة هل هو هذا؟ هذا العشرات نعم هنا أحد هنا عشرات طالما جزء إذا مباشرة أنظر إلى يمين الفاصلة لنأجزاء هنا الجزء من عشرة إذن هو يتكلم عن التسعة طيب التسعة الآن هل أضيف إليها أو لا أضيف؟ على حسب من؟ حسب الرقم اللي عليمينها لو أخذنا عدد كعدد كامل ستة وتسعين ستة وتسعين تقع ما بين ما بين التسعين وما بين المئة أقرب لماذا لستة وتسعين؟ هل هي أقرب للتسعين؟ أم للمئة؟ على حسب الرقم اللي عليمين التسعة هو الستة إذن نكون أقرب لماذا؟ نشوف الآن طبعاً حددنا الخان المطلوبة اللي هي التسعة وضعنا تحتها خط نظرنا إلى الرقم اللي عليمينها ستة طبعاً بما أن الستة إذا قلنا إذا كان عليمين خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة راح أضيف تصبح إذن التسعة عشرة كيف أكتب العشرة؟ نعم أحسنتم ينتقل إلى الواحد الصحيح إذن يصبح هنا تسعة وتسعين أضفنا عليها واحد يصبح مئة وهذا هو المطلوب إذا اللاح مثل ما أبضحنا بخط الإعداد تقع ما بين طبعاً تسعة وتسعين 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 من عشرة لأن هنا عندي من مئة وبين المئة صحيح هنا يصبح عندي تسعة وتسعين و واحد تسعين من مئة هنا يصبح عندي تسعة وتسعين و اثنين وتسعين من مئة إلى هنا تسعة وتسعين وستة وتسعين من مئة لاحظ عندي من خط الأعداد أنها أقرب إلى المياه أكثر من قربها من 99 و 9 من 10 ولاحظ كيف جزائنا خط الأعداد وهذه مهمة جداً لأنه عندي هنا طبعاً 9 من 10 جزائنا الآن الجزء من 100 إلى 91 و 92 من 100 93 من 100 و 94 من 100 و 95 من 100 و 96 من 100 و 97 من 100 و هكذا نشوف لها نتحقق من فهمنا السؤال يقول قرب كل مما يأتي إلى المنزلة المشار إليها لاحظ كيف الآن ستصبح العملية واضحة ومباشرة أولاً حدد الخانة المطلوبة هنا طلب مني قرب إلى أقرب جزء طالما جزء مباشرة سيكون على يمين الفاصلة جزء من 100 هنا جزء من 10 هنا جزء من 100 طلب مني الواحد الجزء من 100 أشوف الرقم اللي على يمينها هو اللي يحدد لي هل تصبح 19 10 أم 20 على حسب الرقم اللي على يمين أنا عندي 19 كم تصبح 19 تقع ما بين العشرة والعشرين أقرب لمن؟ أقرب على حسب الرقم اللي على يمينها على يمينها 9 إذن هي قريبة إلى العشرين إذن تصبح هنا 20 أنت هنا هنا قربنا خلاص هو سألني عن خانة هنا طيب بقية العداد هذه اللي على يسار شنسوي فيها؟ بقية العداد تظل كما هي ما نلمسها إذا نزل جميع العداد البقية كما هي راح نكتبها أربعة ويصبح بالشكل هذا 13 و 420 لاحظ قربنا الواحد أصبح اثنين استبدلنا لرقام اللي على يمينها بأصفار الارقام اللي على يسار ظلت كما هي كتبناها مثل ما هي نشوف الآن أيضا سؤال مباشر قرب إلى أقرب جزء من عشرة آلاف أعطاني هذا العدد طيب أحدد الخالة مطلوبة جزء من عشرة آلاف طالما أنه جزء إذن راح تكون على يمين الفاصلة هنا جزء من عشرة جزء من مئة جزء من ألف جزء من عشرة آلاف إذن نتكلم هو عن الثلاثة أضيفة أو لا أضيفة طبعا لحظة العدد اللي على يمينها 38 هذا العدد يقع ما بين 30 و ما بين الأربعين هل هو أقرب للثلاثين أم للأربعين على حسب الرقم اللي على يمينها الثلاثة على يمينها ثمانية إذن تكون أقرب للأربعين إذن راح يكون عندي بدل الثمانية ثلاثين هنا يصبح عندي أربعين تهينا؟ والرقام اللي على لي صار أحسنتم يا شباب هو سأني على هذه على هنا هو ما يبغى هذه الأعداد اللي بعدها خلاص لكن هذه الأرقام راح أكتبها كما هي إذن تكتب جميع الأرقام كما هي ثمانية سبعة اثنين فاصلة وضعناها أيضا وضعنا الصفر إذن كما طلب مني قربنا إلى أقرب جزء من عشرة آلاف نشوف مثال من واقع الحياة تمنح المملكة المزارعين مبلغاً يعادل خلنا نقرأ هذا الكسر ثلاثمائة وتسعة وسبعين من من ألف لماذا قلنا من؟ لأن في الأجزاء لماذا قلنا من ألف؟ لأن عندي ثلاث خانات على يمين الفاصلة ريال عن كل كيلو قمح يتم إنتاجه تشجيعاً لهم على زراعة القمح السؤال فكم تساوي قيمة ثلاثمائة وتسعة وسبعين من ألف ريال مقربة إلى أقرب هللة يعني يقول لي قرب هذا الكسر العشري إلى أقرب هللة هو أعطاني الخانة لكن أعطانيها بطريقة أخرى ما قال لي قرب إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب عشر جزء من عشرة إلى أقرب هللة طيب طالما أتكلم عن الريالات الريال كم فيها هللة؟ 100 معناه إذا أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن الجزء من 100 إذن حديثي عن الجزء من 100 من هذا العدد أين الجزء من 100؟ هنا الجزء من عشرة هنا الجزء من 100 طيب كيف أحدد؟ أضيف أو لا أضيف حسب الرقم اللي على يمينه طيب إذا جئنا إحنا التسعة وسبعين تقع ما بين السبعين وما بين الثمانين هي أقرب لمن؟ هل أقرب للسبعين أو للثمانين؟ على حسب الرقم اللي على يمينها التسعة إذن هي أقرب للثمانين كذلك لو نكتب بعد مرة أخرى أيضا لو نظرنا حسب القاعدة اللي عندنا اللي تعلمناها هذه الخالة مطلوبة شوف الرقم اللي على يمينها تسعة إذن أضيف للسبعة تصبح ثمانية والبقية أصفار أصبح الثمانين طيب الرقم اللي عني صار تظل كما هي ثلاثة وصفر تكتبها بشكل هذا أو بطريقة هذه أفضل طبعا التسعة الصفر هذا اللي ما لقي ما يصبح عندي كما طلب مني قربنا إلى أقرب هل لا أو أقرب جزء من 100 يصبح ثمانية وثلاثين من 100 أو ثمانية وثلاثين هل لا إذن لاحظ نفس الخطوات اللي سويناها بعد ما قربنا أصبحت طبعا ثمانية وثلاثين هل لا عن كل كيلو قمح منتج نشوف الآن سؤال يبلغ معدل ارتفاع الجمل العربي واحد وخمس وثمانين من 100 متر تقريبا قرب الكسر العشري واحد وخمس وثمانين من 100 إلى أقرب متر إذن طلب مني التقريب طلب مني التقريب مثل ما قلنا هذه الفائدة في التقريب أني أحتاج أحيانا إلى الرقم مقرب ما يحتاج إليه بعض الخانات هنا طلب مني أقرب متر يعني وين؟ يعني كان يطلب مني إلى أقرب عدد صحيح إذن راح نقرب إلى أقرب عدد صحيح واحد وخمس وثمانين من 100 أقرب إلى أقرب عدد صحيح هذا العدد صحيح حددنا أنظر الخالي اللي عليمينا هل تحدد لي هل أضيف أو لا أضيف عليمينا ثمانية نضيف ولا لا؟ نعم نضيف إذا كان عليمينا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة نضيف كم يصبح الواحد؟ هل يظل كما هو؟ أم يصبح اثنين؟ يصبح اثنان والباقي نضع فاصلة صفر صفر ولكن لا يكتب بهذه الطريقة لابد أن يكتب بطريقة نموذجية فيصبح فقط اثنان إذن بعد ما قربنا يصبح معدل ارتفاع معدل ارتفاع الجمل العربي اثنين متر ماذا؟ أهم مفردة عندي تقريبا وهذه أهم مفردة لدينا هذا يا شباب أسئلة مباشرة قرم رأي خليها لكم واجب تتدرب عليها لابد تسترجع وتتذكر الموضوع اللي مر عليك ترى هذا كله يعني كم سؤال عندنا؟ سبعة سئلة يمكن يأخذ منك خمس دقائق أو أقل راح تتذكر المواضيع اللي مرت عليك في الصف الخامس كذلك الصف الرابع أعيد عليكم اذهب الخانة المطلوبة انظر الرقم اللي على يمينها هو اللي راح يحدد لك أضيف أو لا أضيف هذه أخطاء يقع فيها البعض من الطلاب عدم تحديد المنزل المطلوبة مهم جداً لانك تعرف الخانة الأحد عشرات المئات تحدد مكانها أو سواء الجزء من عشرة والجزء من مئة والجزء من ألف كذلك أهمال أرقام يسار المنزلة المطلوبة إذا قربنا الأعداد لكن يظل عندي هنا الأرقام العلي صار ضعحة كما هي لا تهملها ولا تنسها أخيراً عدم وضع أصفار بدل الأرقام يمين المنزلة بعدما قربنا الأعداد اللي على يمين ضعب دالاً منها أصفار ملخص درسنا عند التقريب حدد المنزل المطلوبة أخيراً نظيف أو لا نظيف على حسب الرقم من اللي على يمينه إذا كان الرقم من اللي على يمينه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة نظيف الخانة المطلوبة إذا كان أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين واحد لا نظيف انتهى درسنا أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم درس ممتع وشيق أتمنى أنكم استفدتوا شكراً لإهتمامكم ومتابعتكم كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الأستاذ عماد الدويب دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته